خلينا نبدأ كتنفاتحي طبعاً والحديث طويل عن هذه المباراة ومطش الأخير والإبداع اللي حصله حتكلم تحديداً في الشوت الأولاني اللي البعض قالك يعني الزمالك لم يحضر فيه حقيقي كان فيه سيطرة أهلوية تحديداً في الشوت الأولاني لكن برضو نرجع نقول كان ممكن نحقق نتيجة أكتر من كده وللأ خلينا نعرف من حضرتك أكيد يعني كانت النتيجة كل أي مشاهد حتى جمهور الزمالك أو مسؤولين الزمالك أو المنتميين لنادي الزمالك نادي عريق نادي كبير لكن كانوا مقتنعين أن الأهل قادر أنه يزيد من نسبة الأهداف لأن المباراة الزيادة لا تتكرر يعني ما تكررش كتير في الموسم أو في الموسم ممكن نقعد سنين طويلة من ألفين واثنين كم جول إحنا جبناهم من ألفين واثنين قبل ألفين واثنينة يا كلمة ممكن نقول لكم مثلا إحنا جبنا للوقتي كان جول ثمان تجوان في المباراة آه تماني إجمالي محصنة خمسة وثلاثة تماني لم تحدث من قبل لا هي حصنت قبل كده فين في برضو أهلي وزمالك خمسة ثلاثة سبعة واحد سبعة واحد الأهلي كان وقت الكرة كانت متوقفة بس كان بطولات الشباب هي المستمرة بعد الحرب وكان الفرقة دي فيها رئيس النادي الأهلي الحالي الموجود كان محمول الخطيب آه كان هو بيلعب في فرقة من الأهلي وكنا باللعب زمالك وكانت المباراة نهائية كده أو كده الأهلي حيأخذ البطولة بس هي المباراة لتكملتك الدول ده كان موسم إيه خطفة ده موسم اثنين وسبعين ثلاثة وسبعين تمام في كده ما خدتش نفس شهرة ألفين واثنين لا ما خدتش لي لأن ما كانش الكرة للفرر الأول وكده كان عشان نتعارف الحرب بعد سبعة وستين والدنيا متوقفة لا وكما ما كانش في بقى أولا بالمناسبة المباراة دي الزمالك تقدم واحد سفر اللي هي سبعة واحد والأهلي جاب سبعة وارد واحد والأهلي جاب سبعة منهم الخطيب جاب أربعة أهداف كان وقتها كابتن صالح السليم الله رحمه هو مدير الكرة وكان جايب الله رحمه كابتن جهري بيقول له تعالى أنا هخليك تتفرج على فرق الكرة بتلعب يعني عشان تنزبطوا تلكيب وتشاهد ظروفهم في أول هدف خش فينا بعد تلت دهاي بكده يعني من عدم تركيز عدم اهتمام عدم ثقة وبعدين شافوا الوش الآخر من فتح نصير كنت أنا مش وش آخر بس كنت أنا مدير بالفرقة وتشرفت بالفرقة دي إن أنا كسبت يوميها سبعة واحد وهو سجل أربع أهداف كان يوميها الخطيب سجل أربع أهداف وانتهت الموراة سبعة واحد ودي يمكن تمانية إذن هي بتفكرني بالتمن أهداف دول بس الإجمالي بس التوزيعة مختلفة حبتين هي التوزيعة مختلفة كريم وكان نفسي اللعبة الأهلي ومسؤولي الأهلي الفرصة مبدعش يعتبرون دي فرصة تاريخية يعني هما بسجلوا تاريخ دلوقت وهذه الفرصة مش هتتكرر كتير يعني مش هنجيلك كل موسم ومش هنجيلك كل مباراة ظروف المباراة تساعدك إنك تزود نسبة الأهداف بأي طريقة هتزيد لو بعض الحاجات اللي تعملت طبعاً يعني زي تغيرات هتكتقصوا بمسؤولي لا ما ندخلش بشغل المدير الفني مش عايش نتكلم في التفاصيل لا لا المدير الفني طبعاً هو المسؤول وهو أضرب الفرقة وكده لكن بإحساس الأهلاوي قبل ما يكون مسؤول فني قبل ما يكون مدرب قبل ما يكون محاضر قبل ما يكون مراقب قبل ما يكون محلل قبل الحاجات دي كلها من جوايا كان نفسي المباراة تستمر كما استمرت في الشغط الأول لا على أساس إنها يعني تنتهي النهاية اللي كان ممكن أنا كنت متخيلها كنت متخيل أكتر من كده الحاجة الثانية أنت جيب تلت جوال في تسع دقائق يعني في تسع دقائق جبنا تلت أهداف طب كويس لا تسع دقائق تسع دقائق تلت أهداف آه ده ده مش فقط مش في البداية آه تمام تلت من أول جول جابناه بعد تقريبا كان دقيقة ستتاشر آه دقيقة ستتاشر آه شغط الأول آه دقيقة ستتاشر لغاية وصلنا للدقيقة خمسة وعشرين صح آخر هدف آه آه التالت كان قبليه في الدقيقة تسعتاشر آه آه عشرين فإذا من ستاشر ل خمسة وعشرين تلت تسع دقائق سجلنا فيهم تلت أهداف الزمانك في الشتور الثامي بدأ أهدافت من الضيئة تمانية وثلاثين آه بدأ تمانية وتلاثين إلى تسع و تسع وتمانية يعني في تلت ساعة نقول أنه خد أكتر خدر أربعين دقيقة أكثر من 40 دقيقة عشان يسجل التلات أهداف بتوع